السلام عليكم في هذا الفيديو أقدم لكم الحصة الأولى من درس الدالة الخطية والذي يهم تلامذة سنة ثالثة من التعليم التانوي الإعدادي وسنتطرق في هذا الفيديو إلى الأهداف التالية الهدف الأول تحديد صورة عدد بدالة خطية الهدف الثاني التعرف على وضعية تناسبية وترجمتها إلى الصيغة F2X تساوي AX الهدف الثالث إنشاء تمتيل مبياني لدالة خطية الهدف الرابع تحديد صورة عدد بدالة خطية من خلال تمتيلها المبياني الهدف الأخير تحديد عدد صورته معلومة بدالة خطية من خلال تمتيلها المبياني ابقوا معا نبدأ أولا بتعريف دالة الخطية أولا دالة الخطية أولا صغيرة تعريف A عدد حقيقي معلوم العلاقة F التي تربط كل عدد حقيقي X بالعدد AX تسمى دالة خطية معاملها A ونكتب F.X سهم AX يعني التي تربط كل X بالعدد AX حيث AX يسمى صورة X بالدالة F ونرمز لها بF لX حيث نكتب F لX تساوي AX والدالة الخطية أو العلاقة الخطية هي كل علاقة تناسبية ما بين X و AX نمر الآن إلى المثال الأول في هذا المثال سنحاول حساب صور بعض الأعداد باستعمال دالة خطية F دالة خطية معاملها 4 نكتب F.X سهم AX في هذه الحالة معامل دالة A هو 4 إذن تساوي 4X إذن الدالة هي F لX تساوي 4X نحسب صورة العدد 3 إذن يكفي تعويض X ب 3 فنجد تالي F ل3 تساوي 4X هي 12 فنقول أن 12 هي صورة العدد 3 بالدالة الخطية F نحسب الآن صورة العدد 0 نعود X بالعدد 0 فنجد F لسفر تساوي 4X 0 تساوي 0 بالنسبة للعدد 0 فصورته بأي دالة خطية كيفما كانت دائما سنجد 0 لأن أي جداء يضم 0 دائما سيكون منعدما نحسب صورة العدد جدر 3 نعود X بجدر 3 فنجد F لجدر 3 تساوي 4 في جدر 3 هي 4 جدر 3 إذن 4 جدر 3 هي صورة العدد جدر 3 بالدالة F ونفس الشيء بالنسبة للعدد 0-2 نعود X ب-2 فنجد 4-2 هي 0-8 إذن 0-8 هي صورة العدد 0-2 بالدالة F نمر الآن إلى المثال الثاني في هذا المثال سنحاول التعرف على وضعية تناسبية ونترجمها إلى صيغة الدالة الخطية أي F لX تساوي AX لأن كما قلنا الدالة الخطية هي عبارة عن علاقة تناسبية ما بين X و F لX نعتبر المستطيل التالي نسميه ABCD ليكون X هو عرض هذا المستطيل أي المسافة AD وليكون 3X هو طول هذا المستطيل أي المسافة AB نعتبر F لX هو محيط المستطيل ABCD نعتبر الجدول التالي هذا الجدول يضم سطرين السطر الأول يضم قيماً للعدد X أي عرض هذا المستطيل والسطر الثاني يضم محيط هذا المستطيل إذن سنحاول حساب محيط هذا المستطيل بالنسبة لكل قيمة من قيم X والقيم التي سنعمل عليها هي 0.5 2 1 4.5 إذن لنملأ الجدول ونبين أنه يحقق وضعية تناسبية مع تحديد معامل تناسب نبدأ بالحالة X يساوي 0.5 نعلم أن محيط المستطيل هو طوله زائد عرضه الكل مضروف في 2 في هذه الحالة 0.5 هو العرض زائد 3 في 0.5 هو طول الكل مضروف في 2 نجد 0.5 زائد 1.5 الكل مضروف في 2 هي 2 في 2 هي 4 إذن محيط في هذه الحالة هو 4 إذن نكتبها في الجدول نمر الآن إلى الحالة X تساوي 2 نفس الطريقة نعوض العرض ب2 زائد 3 في 2 كل مضروف في 2 تساوي 8 في 2 هي 16 إذن المحيط في هذه الحالة هو 16 نكتبها في الجدول نمر إلى الحالة X تساوي 1 نفس الطريقة نجد أن المحيط هو 8 نكتبها في الجدول ثم الحالة الرابعة نعوض العرض ب4.5 زائد 3 في 4.5 الذي هو الطول الكل مضروف في 2 تساوي 18 في 2 تساوي 36 إذن المحيط هو 36 نكتبها في الجدول إذن بعدما ملأنا الجدول لنبين أنه يحقق وضعية تناسبية وكما رأيتم في السنوات السابقة نقول أن جدول يحقق وضعية تناسبية إذا قسمنا أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول فوجدنا نفس العدد الذي يسمى معامل التناسب إذن نقسم أعداد السطر الثاني على الأول F ل X على X العمود الأول 4 على 0.5 نجد أن 4 على 0.5 إذا قمنا بعملية حسابية تساوي 8 نمر إلى العمود الثاني 16 على 2 أيضا تساوي 8 إذن هناك تساوي مبين 16 على 2 و4 على 0.5 نمر إلى العمود الثالث 8 على 1 أيضا تساوي 8 والعمود الرابع 36 32 على 4.5 أيضا تساوي 8 إذن هذا الجذول يحقق وضعية تناسبية لأن إذا ضربنا أعداد السطر الأول في 8 سنحصل على أعداد السطر الثاني والعكس صحيح أي إذا قسمنا أعداد السطر الثاني على الأعداد السطر الأول سنحصل على العدد 8 وبالتالي معامل التناسب هو 8 المرحلة الأخيرة الآن هو ترجمة هذه الوضعية إلى الصيغة إلى صيغة دالة خطية أي f ل x ساوي ax وجدنا أن f ل x على x ساوي 8 إذا قمنا بجداء الطرفين يساوي جداء الوسطين سنجد أن f ل x ساوي 8x إذن نجحنا بترجمة هذه الوضعية إلى صيغة f ل x ساوي 8x والتي هي دالة خطية معاملها 8 نمر الآن إلى كيفية إنشاء تمثيل مبياني لدالة خطية ليكون o sj معلم متعامد في المستوى التمثيل مبياني لدالة خطية هو مستقيم يمر من أصل المعلم o إذن بما أن التمثيل مبياني لدالة خطية هو عبارة عن مستقيم فهذا يحيلنا على درس معادلة مستقيم حيث رأينا أن لكل مستقيم معادلة تكتب على الشكل y تساوي mx زائد v حيث m هو mail أو المعامل الموجه و p هو الأرتوب عند الأصل في حال الدالة الخطية بما أن الدالة عندما يكون x يساوي 0 تمر من أصل المعلم إذن فإن أرتوب عند الأصل أصل سيساوي 0 وبالتالي يبقى لدينا y تساوي mx حيث m هو معامل الدالة نمر إلى المثال الأول مثال 1 f دالة خطية معرفة كما يلي f لx تساوي ناقص ثلاثة x أي معاملها هو ناقص ثلاثة لننشئ التمثيل مبياني للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم oj كما رأينا في درس معادلة مستقيم لإنشاء التمثيل المبياني نحتاج إلى جدول ولكن في هذه الحالة نحتاج فقط إلى نقطة واحدة لأن نعلم أن كل الدواء الخطية تمر من أصل المعلم إذن نعتبر الجدول التالي السطر الأول يضم x يعني قيم العدد x وهنا نحتاج إلى قيمة واحدة فقط والسطر الثاني هو صورة العدد x بالدالة f إذن في درس معادلة مستقيم لإيجاد نقطة تنتمي إلى الدالة يكفي أن نعطي قيما من الأفضل أن تكون صغيرة لعدد x مثلا في هذه الحالة نعطي لي x لقيمة واحد نعوذ في تعبير الدالة أي نحسب صورة العدد واحد ناقص ثلاثة في واحد هي ناقص ثلاثة إذن صورة العدد واحد هو ناقص ثلاثة وبالتالي التمثيل المبياني للدالة f هو المستقيم المعار من الأصل المعلم O أي ذا دول إحداثيات 00 ومن النقطة ذات الإحداثيات واحد ناقص ثلاثة إذن الآن يبقى لنا إنشاء معلم متعامد ممنظم OEJ كما يوضح الشكل الجانب وننشئ النقطة ذات الإحداثيات واحد ناقص ثلاثة كما نرى ذات الإحداثيات واحد ناقص ثلاثة إذن المستقيم المعار من أصل المعلم أو من النقطة A هو التمثيل المبياني للدالة f كما يوضح الشكل f لx تساوي ناقص ثلاثة x إذن بهذه الطريقة يمكننا إنشاء تمثيل مبياني لأي دالة خطية نمر إلى المثال الثاني في هذا المثال سنحاول حساب صورة عدد من خلال تمثيل مبياني لدالة خطية كما أيضا سنحاول معرفة عدد صورته معلومة انطلاقا من التمثيل مبياني لدالة خطية في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم OEJ نعتبر المستقيم D التمثيل المبياني للدالة الخطية f لx تساوي 1.5x كما يوضح الشكل جانبه إذن هذا المستقيم بالبرتقالي باللول البرتقالي هو المستقيم D التمثيل المبياني للدالة f لx تساوي 1.5x السؤال الأول لنحدد مبيانيا صورة العدد 2 إذا يتحديد صورة العدد 2 يكفي إنشاء المستقيم العمودي المار من 2 والعمودي على محور أفاصيل كما يوضح الشكل ثم نسقط نقطة تقاطع هذا المستقيم مع المستقيم D على محور الأرتيب فنحصل على الأرتوب 3 فنقول أن صورة العدد 2 بالدالة f هي 3 f ل2 تساوي 3 سؤال الثاني لنحدد مبيانيا العدد الذي صورته 6 بالدالة f نفس الشيء ولكن نعكس العملية أي ننشئ المستقيم العمودي المار من 6 والعمودي على محور الأرتيب والذي يقطع الدالة في النقطة كما يوضح الشكل ثم نسقط هذه النقطة على محور الأفاصيل عموديا فنجد أفصول 4 إذن يمكننا القول أن العدد الذي صورته 6 بالدالة f هو 4 ونكتب f لأربعة تساوي 6 لنحدد مبيانيا العدد الذي صورته ناقص 3 بالدالة f نفس العملية كما يوضح الشكل نجد الأفصول ناقص 2 إذن يمكننا القول أن العدد الذي صورته ناقص 3 بالدالة f هو العدد ناقص 2 ونكتب f لناقص 2 تساوي ناقص 3 إذن انتهينا من الجزء الأول من درس الدالة الخطية وفي انتظار الجزء الثاني نشكركم على حسن انتباهكم وإلى الحلقة القادمة